رقم خمستاش قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد إن لكم عند الله عز وجل موعدا يريدوا أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة شو بدنا أكثر كل ما وعدنا به إيش أخذناه ويجرنا من النار فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل هذه عقيدة أهل السنة وهي رؤية الله يوم القيامة إذا دخل المؤمنون الجنة بينما أولئك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فانظر هذه المكافأة رؤية الله لا تعادلها للذهب فما شيء نعطوه هو أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيانة أحاديث رؤية الله عز وجل متواترة كتب الإمام الدار قطني كتابا كاملا سماء الرؤية وهو مطبوع في مجلد وكتب أبو شامة المقدسي كتابا سماء ضوء الساري في رؤية الباري رؤية الله عز وجل ذكر الروايات والأحاديث التي تبين بالتواتر رؤية الله يوم القيامة من قبل المؤمنين من قبل المؤمنين طبعا أهل البدع أهل البدع ينكرون رؤية الله يوم القيامة وعلى رأسهم المعتزلة تقول الله لا يرى يوم القيامة وأهل السنة أتبعي السلف يقولون الله يرى وجاءت فرقة متوسطة بينهما وهم الأشاعرة فقالوا الله يرى يوم القيامة لكننا ننفي صفة العلو عن الله المعتزلة قالت نحن ننفي صفة العلو ولا يرى يوم القيامة أهل السنة قالوا نحن نثب الصفة العلو والله يرى يوم القيامة فسأل المعتزل الأشاعرة إلى أين ينظر الرأي ها إلى أين ينظر الرأي إما أن تجيبوا كما أجاب السنفيون فتقول فوق فتثبت صفة العلو وإما أنكم تعطلون الرؤية فتصبح مثلنا أبن فعلا صد فتصلت عليهم المعتزلة على الأشاعرة فبالتالي أحبائي في الله نحن نثبت صفة العلو لله ونقول أن الله يرى يوم القيامة